وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوسيع قاعدة المناقشات مع مستويات مختلفة من المطورين العقاريين لإحداث التوافق بشأن مشروع قانون التطوير العقاري وقد جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء وذلك بحضور وزيري العدل والإسكان لبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر وتطرق هذا الاجتماع لمراجعة الصورة النهائية لمشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين تمهيدا لإصدار القرار والذي يعد خطوة سابقة لصدور مشروع القانون الذي تم إعداده بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع المطورين العقاريين